موسيقى عقادات اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز مؤتمرا صحفيا لاستعراض المحاور الرئيسية لمؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناع المكتسبة والذي سوف تحتضينه مملكة البحرين خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر للعام الفين واثنين وعشرين جاء المؤتمر برعاية كريمة من معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبمشاركة نقبة من الخبراء العالميين والدوليين في مجال مكافحة الإنسا تأكيدا على الخطوات الرائدة التي تسير عليها مملكة البحرين في مواصلة التطور والازدهار في القطاع الصحي وتنظيم المؤتمرات الطبية الكبرى الهادفة كشفت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عن أبرز أهداف مؤتمر البحرين الدولي الأول للمرض نقص المناعة المكتسبة وآخر المستجدات العلاجية والاستراتيجيات الوطنية التي قامت بها مملكة البحرين وقدمتها في مجال نشر وتعزيز التوعية بسبل مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الـ AIDS الوعي بهذا المرض أنه ما زال موجود طبعا في حالات شلون طريقة نقله شلون ممكن الحماية منه هذا جدا مهم النقطة الثانية هو مشاركة جميع المتخصصين الموجودين سواء كانوا على مستوى المنطقة أو على المستوى المحلي أو المستوى العالمي بتقديم الأوراق والبحوث العلمية اللي راح إن شاء الله تزيد من خبرتنا في التعامل مع هذا المرض سواء كان من حيث التشخيص أو العلاج نشر الوعي بطرق الحماية من هذا المرض طبعا نتكلم على طول الوقت على شلون نحمي من كل الأمراض والأمراض المعدية وبالأخص طبعا مثل هذا المرض لأنه فيه طرق انتقال معينة وفيه طرق حماية معينة وهذا جدا مهم سلسلة من الإنجازات الرائدة على صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الـ AIDS التي تكللت بالعديد من النجاحات خصوصا وأن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة في تطبيق وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتواءم وتتماشى مع جميع المبادرات العالمية يهدف هذه النوع من المؤتمرات الطبية لبناء القدرات العلمية وإطلاع مقدمي الخدمات الصحية على المستجدات العلمية المتعلقة بالأمراض ومنها مرض نقص المناعة المكتسبة لـ AIDS وبالتالي يرفع مستوى الوعي ويعززه ويذكيه بين مقدمي الخدمات مما يسهم في تقديم خدمات الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة مراكز الرعاية الصحية الأولية تقوم بدور وقائي وتشخيصي لهذه الفئة بحيث يحرص أطباء العائلة المدربين لتقديم المشورة الطبية التي تتعلق بتعزيز السلوكيات الصحية التي تتقلل من انتقال هاي المرض طبعاً راح يشارك في المؤتمر دولي الصحي الهادف 25 متحدث من مختلف أنحاء العالم وذلك بحضور نحو 300 طبيب مختص ومعني بمكافحة مرض الـ AIDS فضلاً عن حضور الحضور بيشارك عبر الاتصال المرئي عن بعد ومن أهم الأوراق العلمية اللي سوف ينغشها المؤتمر اللي غاية من الـ AIDS وأهم الفحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض المصاحبة ومرض الـ AIDS لدى الأطفال ولدى البالغين ولدى المرأة الحاملة لأخر المستجدات التشخيصية والعلاجية يأتي تنظيم هذا المؤتمر لأول مرة في البحرين ليجسد ما تحظى به المملكة من ريادة متميزة في المجال الصحي واستطافة مثل هذه الملتقيات العلمية والمنتديات البارزة والتي تسعى من خلالها إلى مواكبة أحدث المستجدات الطبية العالمية في مجال الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة والتشخيص والعلاج وتقديم سبل الرعاية الصحية للمصابين به تفاصيل كثيرة نقاط مهمة كشف عنها المتحدثون في هذا المؤتمر لافتين بأن هناك مشاركة من أفضل للكوادر الطبية في هذا المجال تم اختيارها بعناية كبيرة لتستعرض آخر العلاجات وأحدث الأبحاث المتعلقة بهذا الداء خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين